يعني المعارضين لفكرة تميز أمريكا ما بينكروش أن الهجرة كانت حاجة استثنائية موجودة في أمريكا عبر التاريخ لكن بيقولوا أن الوضع النهاردة تغير أن النهاردة عندنا تصاعد لخطاب معادي للمهاجرين زي ما بنشوف في الفيديو ده لرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحن في بلد يجب عليك فيه أن تتحدث الإنجليزية لكي تندمج إذا عرضت بلدا ما فيجب عليك أن تكون مندمجا فيه وأنا لست أول من يقول ذلك فهناك الكثير من الناس الذين قالوا الشيء نفسه على مر السنين هذا البلد نتحدث فيه الإنجليزية وليس الإسبانية أمريكا بلد كانت قائمة عن الهجرة وستبقى قائمة عن الهجرة لعقود قادمة بس بلا شك أنه كمان فيه كثير شغلات تتغيرت بالمجتمع الأمريكي يعني ما عدت صار القدرة الاستيعابية نفسها اللي كانت موجودة أبل مئة سنة وأقيدها القدرة الاستيعابية حتقل أكتر وأكتر وأكيد فيه ضرورة لوضع ضوابط للهجرة خاصة الهجرة غير شرعية هاللي موجودة وهاللي منتشرها هلأ بأمريكا وبكل أنحاء العالم بس المشكلة هون أنه الخطاب العنصري حيزيد التيمبلة حيخلي التعامل مع هذا الموضوع جدا صعب وبالإضافة لهذا الشيء فيه بعد قاري فيه بعد عالمي يعني لقصة الهجرة وانت بحاجة إنك تعمل نشاط ديبلوماسي كتير مكسف مع أكتر من دولة بالعالم مع كل دول العالم يمكن لحتى تلاقي حلول لقضية الهجرة خاصة الهجرة غير شرعية ما فيش شك إن قضية الهجرة دي قضية معقدة خصصا لما تبقى في بلد زي أمريكا ملايين من البشر من حوالين العالم كله عايزين يهجلوا إليها ترجمة نانسي قنقر